نعم إذن كما سبق وذكرنا ألغى تركيا منحة تأشيرة الإلكترونية لقطاع واسع منها الجزائريين وهو ما يعني العودة بالعمل إلى نظام التأشيرة التخليدية وشمل الإجراء الجديد حسب معلنته الخطوط الجوية التركية تأشيرة C1 والتي تخص من تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة وقال بيان للخطوط الجوية التركية أنه تم إلغاء العمل بالتأشيرة الإلكترونية من سنف سئة بداية من الفاتح أكتوبر ومعروف أن هذا النوع من التأشيرة موجه للسياح ورجال الأعمال ويتم التحصل عليه عبر الانترنت باستعمال جواز السفر وصورة شمسية واستثنى لإجراء الجديد السلطات التركية صمت تأشيرة B1 وهي تلك الخاصة بالأشخاص أقل من 18 سنة وأكثر من 35 سنة وبحسب شركة تركيش إيرلاينس فإن التأشيرة تصرف B1 ما تزال معمولا بها وسارية المفعول لكن بشروط وقالت شركة الخطوط الجوية التركية أنها لن تقوم بتعويض التذاكر بالنسبة لأشخاص الذين يواجهون مشاكل في التأشيرة ويجري ترحيلهم واعتقدوا أن هذه الإجراءات الجديدة تكون وراءها تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين باتوا يتخذون من تركيا نقطة عبور لدخول بلدان أوروبية على غرار اليونان